اشتركوا في القناة اتخذنا مفهوم علم امراض النبات واخذنا ايضا الهمية الاقتصادية لعلم امراض النبات اخذنا الخسار المباشرة والخسار الغير مباشرة وايضا اخذنا مفهوم المرض النباتي وقلنا هو كل تغير او تحول او انحراف عن الحالة الطبيعية التي ينمو عليها النبات ويؤدي ذلك الى نقص في المحصول واسمنا لكم الامراض النباتية الى قسمين رئيسيين القسم الاول هو الامراض الكيانية او بنقول عليها الامراض الجهازية وهي الامراض اللي بتصيب النبات باكمله زي امراض الزبول والامراض الفيروسية والامراض الموضعية هي اللي بتصيب جزء معين من اجزاء النبات وقلنا المثال بتاعها امراض الاعفان والتبقعات وبعد كده بدأنا نتطرق لدراسة الاعراض المرضية وقلنا هي تعبيرات بيظهرها النبات المريض ليعبر بها عن مرضه وهي بتكون ناتجة عن التفاعل بين المسبب المرضي والنبات المريض وقسمنا الاعراض المرضية الى اربع اعراض رئيسية التغير في اللون موت الخلايا والانسجة الزبول والتغير في شكل وحجم الاعضاء النباتية وبعد كده اخدنا العلامات المرضية وقلنا هي تراكيب خاصة بالمسبب المرضي نفسه وهي تعتبر الدليل المباشر على وجود المرض خدنا منها الميسيليم او الغزل الفطري الاجسام الحجرية الكويمة الكندية الوساد الهايفية وايضا خدنا الجزر او الحبال الريزومورفية واعضاء الامتصاص وبعد كده بدأنا ندرس المسببات المرضية قلنا المسببات المرضية متنوعة في مسببات حية او غير حية او طفيلية او غير طفيلية والمسببات الحية قلنا بتشمل الفطريات والبكتيريا والفيتوبلازمة والنباتات الزهرية المتطفلة والتحالب والنماتو ده انواع متعددة جدا من المسببات المرضية الحية والمسببات الغير حية او بنقول عليها الغير طفيلية او العوامل الفيسيولوجية دي طبعا بتشمل كل تغير في العوامل المحيطة ببيئة النبات ويؤدي ذلك الى حدوث اعراض مرضية على النبات وبعد كده بدأنا ندرس طرق تشخيص المرض النباتي يعني تشخيص يعني بنحدد نوع المسبب المرضي خدنا من طرق التشخيص المشاهدة والفحص الظاهري قلنا بتعتمد اعتماد كلي وجزئي على خبرة من يكون باجراء هذه واخدنا استخدام النباتات الكشافة استخدام الاختبارات الكيموية استخدام الميكروسكوب الضوء العادي وايضا استخدام الميكروسكوب الالكتروني واستخدام الاختبارات السيرولوجية والاستشعار عن بعد وايضا اخدنا من ضمن طرق تشخيص المرض النباتي اللي هو الاعتماد على استخدام الاختبارات الحيوية المعتمدة على الاحماض النووية اللي هي الDNA والRNA وبعد كده بدنا ندرس وسائل انتشار المسببات المرضية خدنا منها الرياح خدنا المياه خدنا التقاوي خدنا الحشرات خدنا السماد البلدي والتربة والمخلفات النباتية وخدنا ادوات الخدمة وايضا الانسان والحيوان والنماتودة والكراد وبعد كده بدنا ندرس علاقة الامراض بالبيئة خدناها هي العوامل المحيطة بالنبات النامي وهي اللي بتساعد على انتشار المسبب المرضي وتكاثره وتفاكم خطره زي خدناها درجة الحرارة الرطوبة خدنا ايضا نوع التربة وخواص التربة ودرجة حموضة التربة وايضا خدنا الضوء تعالوا بينا عزاء الطلبة والطالبات نبدأ حلقة اليوم وحنتطرق فيها لموضوع مهم جدا جدا في المنهج ألا وهو الديناميكية مقاومة النبات للأمراض النباتية تعالوا بينا عزاء الطلبة والطالبات نبدأ حلقة اليوم وحنستعرض فيها طرق مقاومة الأمراض النباتية ديناميكية ديناميكية المقاومة في النبات للأمراض النباتية بتعتبر المقاومة صفة طبيعية من صفات النبات وظهور هذه الصفة هو نتيجة للتفاعل بين العوامل الوراثية والعوامل البيئية وعلى ذلك يتضح لنا دور وأهمية العوامل البيئية في ظهور صفة المقامة بحيث يمكنها أن تزيد أو تقلل من مقاومة النبات للمسبب المرضي المقامة إما أن تكون مقاومة النبات لاختراق الطفيل دي بتشمل بقى جميع التراقيب التي تعوق عملية الاختراق المسبب المرضي للنبات العائل أو مقاومة تكشف وظهور المرض وتشمل كل التغيرات الحيوية التي تحدث في النشاط البروتوبلازمي بالخلية تعالوا بقى نستعرض جزئية مهمة جدا اللي هو تأسيم النباتات على حسب درجة قابليتها للإصابة أنا عندي ثلاث أقسام رئيسية لدرجة تقسيم النبات على حسب درجة قابليتها للإصابة في عندي نباتات منيعة عندي نباتات مقاومة وعندي نباتات قابلة للإصابة النباتات المنيعة لا تظهر عليها أعراض المرض حتى إذا تعرضت لظروف ملامة الانتشار المسبب المرضي والنباتات المقاومة تظهر عليها أعراض المرض بصورة خفيفة لا تؤثر على المحصول والنباتات القابلة للإصابة تظهر عليها الأعراض المرضية بصرعة وبوضوح ويؤدي ذلك إلى خسائر فادحة في المحصول سواء كانت خسائر مباشرة أو غير مباشرة تعالوا نستعرض مع بعض على شاشتنا المتميزة تعريف النباتات المنيعة هي نباتات لا تظهر عليها أعراض الإصابة إذا تعرضت لظروف ملامة لانتشار المسبب المرضي النباتات المقاومة هي نباتات بتظهر عليها أعراض الإصابة بدرجة خفيفة لا تؤثر عليها اقتصاديا ثالث نوع زي ما قلنا مع بعض النباتات القابلة للإصابة نباتات بتظهر عليها أعراض الإصابة بدرجة كبيرة جدا وتؤثر عليها اقتصاديا مثل الأقمح الهندية التي تعتبر من الأنواع شديدة الإصابة بصدق الساق زي ما انتوا شايفين دي الأعراض المرضية على ساق القمح طبعا دي البصرات المرضية لمرض أو أمراض الأصداء طبعا النباتات القابلة للإصابة لو انتوا لحظتم معنا عزيزي الطلبة والطلبة المتفوقين هيقارنوهم بالنباتات الحساسة اللي احنا كنا بنقول عليها النباتات الكشافة في عندي بقى تقسيم تاني للمقاومة في النباتات في عندي مقاومة البادرات وعرفنا يعني بادرة أنها هي أول نمو خضري يظهر فوق سطح التربة وبكون مكون من ورقتين أنا عندي دا اسمه طور البادرة طبعا والأوراق دي زادت بقى اسمه طور النمو الخضري طبعا لو ظهرت على النبات براعم زهرية وسامرية بقى إنا دخلنا في طور النمو الزهري والسامري بقى أنا عندي ثلاث مراحل من مراحل تطور النبات طور البادرة طور النمو الخضري وطور النمو الزهري والسامري في عندي مقاومة في طور البادرة في عندي مقاومة في طور النباتات الكبيرة في عندي أيضا مقاومة وراثية ودي بترجع لعدد أزواج العوامل الوراثية الموجودة في الصنف المقاوم وفي عندي أيضا رابع نوع اللي هو المقاومة المورفولوجية وهي تعود لتراكيب في الشكل الظاهري يعني على النبات من الخارج النوع الخامس والمهم جدا اللي هو المقاومة الكيموية دي ترجع بقى لوجود مراكبات كيموية بتكون سامة للطفيل وحنعرفها مع بعض في حلقة النهار ده إن شاء الله المقاومة الوظيفية دي بتحدث نتيجة لتغيرات في بعض تراكيب النبات مثل ميعاد فتح الصغر كما يحدث في المقاومة لمرض صدق الساق الأسود في القمح رابع سابع نوع عندي اللي هو المقاومة الظاهرية دي بترجع بقى لنتيجة لوجود أو لعدم توفر الظروف البيئية لانتشار المسبب المرضي وتامن نوع اللي هو المقاومة الحقيقية وده النوع الأخير دي بترجع لوجود صفات تركيبية أو فيسيولوجية أو راسية أو كيمو حيوية دي المقاومة الحقيقية إحنا بنقسمها لقسمين مقاومة أفقية وأيضا مقاومة رأسية المقاومة الأفقية تعرفها تعتبر النوع من أنواع المقاومة الجزئية حيث عندها بتكون عامة لجميع أو معظم سلالات الفطر وفي حالة الإصابة الشديدة بيصبح الصنف غير مقاوم وبنلجأ إلى إجراء عملية الرش للمساعدة في عملية المقاومة النوع الثاني أو القسم الثاني من أقسام المقاومة الحقيقية هو المقاومة الرأسية والمقاومة الرأسية دي بتكون مقاومة لسلالات الفطر دون الأخرى وهي مقاومة شديدة جدا لا تحتاج للتدخل بإجراء عملية الرش بالمبيدات الكيموية تعالوا بقى نستعرض عزاء الطلبة والطلبات جزئية مهمة جدا اللي هو تقسيم المقاومة على حسب طبيعة المقاومة طبيعة المقاومة يعني عندي مقاومة من الخارج أم مقاومة من الداخل المقاومة اللي من الخارج بنقول عليها المقاومة التركبية المقاومة الداخلية للنبات بنقول عليها المقاومة الكيمو حيوية طب إيه هو بقى تعريف المقاومة التركبية مقاومة التركبية لو جات لك في الامتحان كمصطلح علم وقالك هي أنسجة أو تراقيب خاصة بتوجد في النبات قبل الإصابة او تتكون بعد الاصابة بالمسبب المرضي يبقى على طول تقوله دي المقصود بيها المقاومة التركبية نقولها تاني انسجة او تراكيد خاصة بتوجد فيه النبات قبل الاصابة او تتكون بعد الاصابة بالمسبب المرضي وتسبب مقاومة النبات للمسببات المرضية طيب انواعها هي انواعها كثيرة جدا اول نوع عندي موعيد فتح الصغر الصغر ده موجود فين يا ولاد الصغر ده بيبقى موجود على السطح السفلي لورقة النبات وده النبات بيستخدمه في عملية تبادل الغازات اللي هو عملية التنفس وايضا عملية النتح اللي هو التخلص من الماء الزاد عن حاجة النبات الصغر ده لو كان اتساعها واسع ده بيؤدي الى ان المسبب المرضي بيدخل من خلال هذه الفتحة بسهولة وبالتالي بيهاجم عن سجة النبات الداخلية وتغزى عليها ويحدث الاعراض المرضية طيب اتساع فتحة الصغر موعيد فتح الصغر عندي موعيد فتح الصغر مقصود بيها انه الصغر بتاع الاوراق او الصغور اللي موجودة على الاوراق بتفتح الفتحة بتاعاتها عن طريق الخلايا الحارسة اللي بتبقى موجودة على الصغر بعد تطاير الندى يعني ما بتفتحش فيه الصباح الباكر وبالتالي بتحرم المسبب المرضي من قطرات المياه التي تسبح فيها جراسيم المسببات المرضية وبالتالي بتقلل من الاصابة بالمسببات المرضية بعد كده كفاءة فتحة الصغر المقصود بكفاءة فتحة الصغر هي سرعة فتح وقفل الصغر بعد حدوث الوظيفة المنوط بها الصغر اللي هي عملية تبادل الزجازات وعملية النتح وبالتالي المسبب المرضي لا يستطيع ان يغزو ورقة النبات وبالتالي بيكون الصنف عندي صنف مقاوم تركيبي تعالوا نشوفها بقى مع بعض المقاومة التركيبية بتشمل موعيد فتحة الصغر والتساع فتحة الصغر وكفاءة فتحة الصغر والصور دي بتوضح لكم تركيب الصغر ايه دي فتحة الصغر وعلى الشمال والعليمين دي اسمها الخلايا الحارسة بعد كده هناخد من ضمن عناصر المقاومة التركيبية سمك طبقة الكيوتيكل وطبقة الكيوتيكل دي بتبقى الطبقة الخارجية اللي بتغطي ورقة النبات او بتغطي الانسجة النباتية كلما كانت طبقة الكيوتيكل زي ما انتم شايفين معانا في الصورة هي المقصود بها اللي هو واخد اللون البن دي هي دي طبقة الايه الكيوتيكل كلما زاد سمك هذه الطبقة كلما كان الصنف مقاوم بعد كده سمك وصلابة الجدر الخارجية لخلايا البشرة طبعا خلايا البشرة شايفين هي الجزئية دي اللي بعد طبقة الكيوتيكل على طول كلما كانت هذه الطبقة سميكة ووجد بها مادة اللجنين في الجدار الخارجي لخلايا البشرة ده بيجعل الصنف مقاوم مثل صنف الارز المقاوم لامراض اللفحة طيب عندنا رابع حاجة سمك طبقة الاكسوديرمس دي طبقة بتالي البشرة مباشرة وكلما زادت سمك هذه الطبقة زادة كفاءة الجزر في مقاومة امراض الزبول المتأخر في الزرة الشامية نمرة خمسة وجود الخلايا الاسكالرانشيمية الخلايا دي طبعا نوع من انواع الانسجة النباتية كلما زادت في الساق زادة مقاومة القمح لامراض الاصداء طبعا الانسجة النباتية انتوا عزاء الطلبة والطلبات درسناها في الصف الاول خدنا الانسجة المرستمية الكولانشيمية البرانشيمية ومن ضمنها الانسجة الاسكالرانشيمية وده نوع من انواع الانسجة بيعطي الدعامة الداخلية لانسجة النبات وبالتالي النبات بيكون النبات مقاوم للاصابة بالمسببات المرضية تعالوا نستعرض مع بعض ايضا رقم ستة من ضمن وسائل او عناصر المقاومة التركبية في النبات للمسببات المرضية زوائد البشرة والشعيرات زي ما انتم شايفين في شاشتنا المتميزة جابل لكم المعلومة بالصوت والصورة انا عندي هنا ورقة النبات وعليها الزوائد والشعيرات اللي بتسبب مقاومة الورقة او مقاومة النبات لاختراق المسبب المرضي كلما وجدت هذه الشعيرات على الاوراق او على المجموع الخضري لاصناف البطاطس والطماطن زادة ذلك من مقاومة النبات لمرض الندوة المتأخرة في البطاطس والطماطن رقم سبع تكوين الانسجة الفلينية طبعا الانسجة الفلينية لبيمنع انتشار المسبب المرضي وغزوه لانسجة النبات عند حدوث اي جرح في انسجة النبات والانسجة دي بتمنع الاصابة بمرض خطير جدا اسمه مرض الجرب العادي والقشرة السوداء في البطاطس كلنا بنلاحظ وجود المرض ده في بعض الاحيان على سمار البطاطس وده طبعا مرض خطير جدا بيؤدي الى تلف الدرانات وعدم صلاحيتها للاستهلاك الادمي طيب تعالوا ناخد بقى جزئية مهمة جدا اللي هو رقم 8 من ضمن عناصر المقاومة التركبية اللي هو تكوين التليوزات وركزوا فيها اعزاء الطلبة والطالبات عبارة عن ايه بقى التليوزات دي عبارة عن انسجة ممتدة وهي من النوع البرانشيمي ده تتكون عند النقر ركزوا بقى معايا في الرأس اي انابيب الخشب اللي بتبقى موجودة في الاستوانة الوعية بيبقى فيها امتداد للداخل كده اسمه النقر التليوزات بتبقى عبارة عن امتداد للانسجة بيتم بواسطته انسداد او سد او وقف انتشار المسبب المرضي عند الاصابة باي طفيل داخل اوعية الخشب بيبقى عبارة عن امتداد من الانسجة البرانشيمية بتتكون عند النقر في اوعية الخشب عقب الاصابة بالمسبب المرضي وهي تمنع انتشار الطفيل داخل اوعية الخشب تعالوا ناخد تاسع حاجة عندنا من عناصر المقاومة التركبية اللي هو تكوين طبقة الانفصال طبقة الانفصال يعني انه النبات بيعمل او بيتخلص من الانسجة المصابة بما عليها من مسببات مرضية لكي يتفادى انتشار المسبب المرضي وبالتالي لا تنتشر العدوى بين باقي انسجة النبات وبالتالي الاصابة بتكون محدودة وبكون الصنف مقام للمسبب المرضي والمثال اللي عندي مرض اسمه تسقب اوراق الحلويات زي ما انتم شايفين معنا في الصورة الورقة هنا بتكون فيها سقوب السقوب دي بتبقى عبارة عن انه النبات تتخلص من الانسجة المصابة او جزء المصاب بما عليه من مسببات مرضي تعالوا نستعرض تاسع حاجة او عشر حاجة معنا من عناصر المقاومة التركبية اللي هو ترسيب السموغ يعني السموغ بتترسب على الجزء اللي تم قطعه او تم اصابته بالمسبب المرضي تغميد الهايفة الهايفة دي مقصود بها مايسيليم الفطر او خيط المسبب المرضي الفطري الهايفة دي بيتم حاطتها بغمد بيتكون نتيجة انتداد الجدر الخلوية وده بيمنع تقدم الاصابة وانتشار الفطر داخل انسجة العقل يبقى تغميد الهايفة ده انه المسبب المرضي او الخيط او المايسيليم بتاع الفطر بيحاط بغمد او بنقول عليه جراب من انسجة الجدر الخلوية للنبات ده من شأنه انه يقلل او تقدم الاصابة وانتشار الفطر داخل انسجة العقل نمرة 12 موت الانسجة وفرط الحساسية وده بيفيد في مقاومة المسببات المرضية اللي بتبقى اجبارية التطف تاني نوع بقى عزاء الطلبة والطلبات اللي فده كله اسمه عناصر المقاومة التركبية النوع التاني من المقاومة اسمه المقاومة الكيمو حيوية طب تعرفها ايه؟ هي مقاومة بتحدث نتيجة لوجود مركبات كيموية خاصة موجودة في النبات قبل الاصابة او تتكون بعد الاصابة بالمسببات المرضية ويؤدي ذلك الى مقاومة النبات للامراض ايه تعالوا نستعرض مع بعض عزاء الطلبة والطالبات عناصر المقاومة الكيمو حيوية بتشمل يبقى اول حاجة عندي مركبات موجودة في طبقة الكيوتيكل زي حامض السلسلك الذي يؤدي افرازه الى مقاومة مرض اللفحة في الارض والحامض ده مهم جدا ويعتبر وجوده في الصنف النبات المقاوم صفة بتعطيني دلالة على ان هذا الصنف مقاوم لامراض اللفحة افراز مركبات سامة زي مادة الكاتيكول وحامض الايدروسيانيك وافراز المواد دي بيعمل على قتل المسببات المرضية لفطر الزبول في الكتان تالت حاجة عندي وجود مركبات سامة داخل خلايا النبات زي المركبات الفينولية ودي بتأدي الى قتل المسببات المرضية عند وجودها داخل انسجة النبات المصاب رابع حاجة عندي غياب بعض المركبات اللازمة للطفيل الطفيل ده لو محتاج مراكبات معاينة زي انواع معاينة من الاحماض الامنية النبات لا يكون هذه الاحماض وبالتالي بيحرم المسبب المرضي من ما يقصده من النبات للتغذية وبالتالي الصنف ده بيكون عندي صنف مقاوم يعني غياب بعض المركبات اللازمة للطفيل تجعل النبات يعتبر نباتا مقاوما للاصابة بالمسببات المرضية بعد كده درجة حموضة خلايا النبات يعني بنقول عليها باختصار البي اتش وانا اقول لكم انه البي اتش بتاع النبات او بتاع اي وسط بيباع عبارة عن ثلاث حالات بي اتش متعادل او قلوي او حمضي وبيعتمد على تركيز ايون الهيدروجين في الوسط انا عندي مسببات مرضية بتفضل ان تنتشر وتعيش وتتقاصر في الوسط الحمضي زي معظم انواع الفطريات عندي مسببات مرضية بتفضل ان تنتشر وتتقاصر في الوسط المتعادل اللي هو بيكون ما بين 7 الى 7 و 2 من 10 وعندي المسببات البكترية عموما بتفضل ان تنتشر وتتقاصر وتعيش في الوسط القاعدي او القلوي طب انا بستفيد من كده ايه النبات نفسه ربنا حباه بهذه الخاصية وجعله انه يشعر بالمسبب المرضي ويحدد نوعه وبالتالي اذا كان المسبب فطري فالنبات يجعل الوسط وسطا قاعديا واذا كان المسبب بكترية النبات يجعل الوسط حمضي وبالتالي العصير الخلوي بيكون غير ملائم لتكاصر ووجود المسبب المرضي وبالتالي بيموت المسبب المرضي تعالوا نستعرض مع بعض باقي عناصر المقاومة الكيمو حيوية نمرا 6 عندنا اللي هو الضغط الاسموذي لخلايا النبات كلما كان الضغط الاسموذي لخلايا النبات اعلى من الضغط الاسموذي لخلايا المسبب المرضي كان الصنف مقاوما والعكس صحيح زي اصناف الخاص المقاوم لمرض البيض الدقيق وزي ما انتوا شايفين معانا في شاشتنا المتميزة ادي اعراض الاصابة بالمرض البيض الدقيقي على اوراق القرعيات عموما طيب يعني إيه بقى ضغط أسموزي أنا بس هشرح حالكم في عجالة كده كلمة ضغط أسموزي مقصود بيها تركيز العصير الخلوي داخل خلايا النبات يعني إيه تركيز أنا عندي أكتر من نوع من المحليل عندي المحلول عالي التركيز عندي المحلول منخفض التركيز أو بنقول عليه عالي الأسموزية أو منخفض الأسموزية كلما كان العصير الخلوي لخلايا النبات داخل أنسجة النبات الضغط الأسموزي أو تركيز المحلول أو محلول بتاعه عالي التركيز أعلى من الضغط الأسموزي لخلايا المسبب المرضي كلما كان الصنف مقامل لأن الضغط الأسموزي لخلايا النبات بيعمل على امتصاص أرطوبة من داخل خلايا المسبب المرضي وبالتالي بيفقد الحياة المسبب المرضي وأدي ذلك إلى قتل المسبب المرضي نتيجة وضعه في محلول عالي التركيز وحدوث ظاهرة بنقول عليها ظاهرة البلزمة لخلايا المسبب المرضي تعالوا بنا عزاء طلبة والطالبات مستعرض باقي عناصر المقاومة الكيمو حيوية اللي هي مركبات الفيتوالكسينات دي بتبقى عبارة عن مركبات فينولية بيكونها الصنف المقاوم بعد الإصابة بالمسبب المرضي زي مركب البياستين وده بيبقى موجود في البسلة وهي مركبات بتكون سامة للمسببات المرضية الفطرية بعد كده رقم 8 تخليق بروتينات وإنزيمات جديدة وطبعا منها مشابهات إنزيم البيروكسيديز وده طبعا بيؤدي إلى جعل الصنف النباتي مقاوم للمسبب المرضي تاسع حاجة معنا تكويل مركبات تصبت عمل إنزيمات الطفيل ومنها المركبات الفينولية أشرح لكم بقى الجزئية دي في عجالة أيضا يعني إيه إنه الصنف يفرز مركبات تصبت عمل إنزيم الطفيل طبعا المسبب المرضي عموما بيدخل إلى داخل النبات ويعمل على التغذية على المحتويات الداخلية لخلايا النبات بيتغذى عليها إزاي؟ بيفرز إنزيمات محللة للمركبات الغذائية الموجودة في النبات سواء كان كربوهيدرات سواء كان بروتينات سواء كان دهون لو كربوهيدرات طبعا أشهر إنزيم بيحلل الكربوهيدرات هو الأميليز لو كان بروتين البروتينيز لو كان الدهون يبقى إنزيم اللايبيز وهكذا الإنزيمات دي لو الصنف المقاوم استطاع أن يصبت عملها عن طريق إفراز مركبات معينة توقف عمل هذه الإنزيمات وبالتالي المسبب المرضي لا يستطيع أن يحلل الأنسجة الداخلية لخلايا النبات هذا من شأنه أن يجعل الصنف صنف مقاوم تعالوا بنا أعزاء الطلبة والطالبات نستعرض باقي عناصر المقاومة الكيمو حيوية اللي هو رقم 10 تكوين مركبات تقاوم فعل إنزيم الطفيل رقم 11 التخلص من أو معادلة سموم الطفيل طبعا أي مسبب مرضي أو أي كان حي عموما أعزاء الطلبة والطالبات أي كان حي يتغذى لابد من أن تكون له نواتج بنقول عليها نواتج التمثيل الغذائي أو احنا اختصارا بنقول عليها الفضلات الغذائية هذه الفضلات الغذائية عندما تتراكم داخل أنسجة النبات هذا من شأنه أن يجعل النبات عرضا للموت والتسمم بهذه النواتج السمة وبالتالي كلما استطاع أن يتخلص الصنف المقاوم من هذه المركبات السمة كلما كان صنفا مقاوما يتخلص منها عن طريق عملية النتحة وعن طريق عمليات الأيض الغذائي في النبات نفسه كل ده بيؤدي إلى تقليل خطر الإصابة بالمسببات المرضية بعد كده رقم 12 معنا وأخر حاجة اللي هو حساسية النبات للطفيل يعني حساسية النبات للطفيل يعني المسبب المرضي عندما يغزو الأنسجة الداخلية لخلايا النبات هذه المسبب المرضي يشعر ويقوم بإجراء أكشن أو بنقول عليه رد فعل للإصابة بالمسبب المرضي هذا الفعل من شأنه أنه يمنع تقدم الإصابة بالمسبب المرضي وبالتالي يجعل الصنف صنف مقاوم تعالوا نستعرضها مع بعض حساسية النبات للطفيل بتموت خلايا النبات المحيطة بالطفيل بسرعة وهي بتمنع انتشاره ويصبح الصنف صنفا مقاوما نتيجة لفرط الحساسية وده بيكون أكثر فاعلية عند الإصابة بالمسببات المرضية إجبارية التطفيل تعالوا بقى عزاء الطلبة والطلبات ناخد بقى جزئية مهمة جدا في منهجنا اللي هي الطرق مكافحة الأمراض النباتية حاليا انت بقيت واخد الأساسيات خد يعني مرض نباتي خد يعني أعراض مرضية خد يعني علامات مرضية قلنا دي خاصة بالمسبب المرضي بينما الأعراض بتكون ظاهرة على العائل أو النبات المصاب وخدت طرق التشخيص المختلفة وخدت وسائل انتشار المسببات المرضية وأيضا خدت علاقة المسببات المرضية بالبيئة كل الأساسيات اللي احنا شرحناها مع بعض في الحلقات السابقة دي بنعملها ليه؟ بنعملها علشان نكون مهندس زراعي عنده ضراية بأسس مكافحة أمراض النبات أو طرق مكافحة أمراض النبات مش أي حد ينفع أنه هو يقول أنا حعمل برنامج مكافحة للمسببات المرضية لا بد أن يكون قادرا على تشخيص المسبب المرضي لا بد أن يكون قادرا على معرفة أو على دراية بالعامل البيئية المحيطة بالمسبب المرضي التي تجعله مسببا مرضيا خطيرا ويتكاثر بسرعة أو يكون مسبب مرضي ضعيف وبالتالي تسهل مقاومته وبالتالي أيضا درسنا كمان أنواع المسببات المرضية لا كل مسبب مرضي لا بد أن تكون له برنامج وقائي وبرنامج مكافحة مختلف عن باقي المسببات المرضية تعالوا بنا عزاء الطلبة والطلبات ندرس إيه هي الطرق المختلفة لمقاومة ومكافحة الأمراض النباتية اللي بتصيب المحاصيل الزراعية المختلفة سواء كان محاصيل استراتيجية اللي احنا بنقول عليها المحاصيل الحقلية سواء كان محاصيل نباتات خضر نباتات فكهة نباتات زينة أي كان نوع المحصول اللي عندي أنا بعمل عملية مكافحة للمسبب المرضي لكي أحقق عائد اقتصادي للمزارع وبالتالي بيعم ذلك في النهاية على زيادة الدخل القومي وتحقيق التنمية المستدامة لعناصر الانتاج الزراعي في جمهورية مصر العربية تعالوا بنا عزاء الطلبة والطالبات نعرف أهداف مكافحة أمراض النبات بيتم مكافحة أمراض النبات بالعديد من الوسائل والطرق التي تعتبر أساسية في مكافحة المرض النباتي طب إيه هي بقى أهداف مكافحة أو الأهداف العامة لمكافحة الأمراض النباتية أول حاجة استبعاد المسببات المرضية ثاني حاجة الوقاية من المسببات المرضية طبعا الوقاية دايما بتكون خيرا من العلاج ثالث حاجة إبادة المسببات المرضية خلاص المسبب موجود يبقى لازم أتدخل بإجراء برنامج مكافحة ملائم لهذا المسبب المرضي كل ده بيهدف إلى إنتاج محاصيل جيدة وعالية الجودة والكمية اللي احنا بنقول عليها عالية الجودة والكمية يعني بيديني محصول أكبر بكمية أو بجودة عالية تعالوا بقى نستعرض أول طريقة عندي اللي هي الطرق التشريعية طرق التشريعية عزاء الطلبة والطالبات يعني باختصار بتبقى قوانين ولوائح بتصدرها الدولة بهدف منع انتقال وانتشار المسببات المرضية من مكان مصاب إلى مكان سليم ده باختصار شديد جدا يعني عبارة عن قوانين الدولة أصدرتها وشرعتها بمختلف طرق التشريع المختلفة وأصدرت هذه اللوائح وهذه التعليمات من يخالف هذه اللوائح وهذه القوانين يعرض نفسه للمساءلة القانونية ويقع تحت طائلة القانون سواء بالغرامة أو بالحبس كل ده احنا بنتلشاه عندما نلتزم بكل اللوائح والتشريعات والقوانين التي من شأنها أن تحد من انتشار المسببات المرضية يلا بينا عزاء الطلبة والطلبات نستعرض مع بعض تعريف المكافحة التشريعية هي قوانين بتصدرها الدولة بهدف منع انتقال المسبب المرضي من منطقة إلى أخرى سواء داخل الدولة الواحدة أو بين دولة وأخرى ويعتبر الحجر الزراعي من أهم طرق المكافحة التشريعية تعالوا بقى نستعرض أهداف الحجر الزراعي أول هدف من أهداف الحجر الزراعي الحجر الزراعي باختصار مقصود بفريق من الموظفين يعملون في مختلف الجهات وفي مختلف المناطق سواء كان مواني سواء كان مطارات سواء كان بين الحدود الداخلية للدولة يقومون بأخذ عينة من أي شحنة من المحاصيل سواء من أولى من مكان لآخر أو حتى الطربة ويقوموا بفحصها إذا كانت مصابة بأي مسبب مرضي بيتم رفض الشحنة للدولة المصدرة وبالتالي أنا بتفادى دخول المسببات المرضية إلى الدولة عندي وبالتالي بحافظ على عناصر الإنتاج الزراعي الموجودة عندي من الإصابة بمسببات مرضية من الخارج أو من انتشار المسبب المرضي داخل الدولة الواحدة أول هدف بقى من أهداف الحجر الزراعي منع دخول أو استراد الكائنات المسببة لأمراض النبات اتنين الحذر من استراد النباتات حتى يتم التأكد من خلوها من الأمراض تلاتة منع دخول أي نوع من الطربة الملوسة بالطفايليات المرضية أربع فحص ومنع دخول الحويات أو الصناديق التي تحمل طفايليات ممرضة بعد كده هنأخد أهم ما يراعى عند استيراد أي نباتات من الخارج دلوقتي أنا مضطر سفن كدولة مصرية أننا أعمل عملية سد للفجوة الغذائية اللي موجودة عندي فيه المحاصيل الاستراتيجية وليكن مثال عندنا محصول القمح فأنا بالتالي بلجأ إلى إجراء عملية الاستيراد ولكن عندما أضطر لهذه العملية لابد من أن تكون هناك لوائح أتبعها وشروط أضعها للدولة اللي أنا هستورد منها هذه اللوائح مهمة جدا جدا لمنع دخول مسببات مرضية من هذه الدول أول شرط عندي استيراد نباتات من دول غير موجود بها المرض يعني أتأكد أن هذه الدولة غير مصابة بأي مسبب مرضي والشحنة اللي جاء لي تكون شحنة خالية من المسببات المرضية الاستيراد من دول بها حجر زراعي جيد يعني من يقومون بفحص الشحنة قبل أن يتم تصدرها من هذه البلد يكونون على كفاءة أو الموظفين يكونوا على كفاءة ودراية بأنواع المسببات المرضية وبالتالي بيكون عندهم ما يسمى بالحجر الزراعي الجيد وده من شأنه أن يحافظ على السقة بين الدولة المصدرة والدولة المستوردة الاستيراد من مصادر موصوق بها زي ما احنا قلنا من شوي رقم أربعة الحصول على شهادات رسمية ودولية من المصدر والتي تؤكد خلوها من الأمراض خمسة فحص النباتات في المواني والمطارات قبل دخولها للدولة ستة استيراد الأجزاء الأقل إصابة مثل البزور طبعا البزور بتكون أقل إصابة ليه؟ علشان نسبة الرطوبة في البزرة بتكون أقل من باقي الأجزاء النباتية أنواع الحجر الزراعي بقى وده بيجيلك في الامتحان الجزئية مهمة جدا جدا من أنواع الحجر الزراعي نقط ونقط طبعا من أنواع الحجر الزراعي زي ما أنا قلت في البداية حجر الزراعي خارجي يعني ده بين دولة ودولة أخرى طب حجر الزراعي داخلي بين أو بيكون داخل الدولة الواحدة يعني ممكن نقول بين المدن أو بين المحافظات وفي محاصيل معمول عليها حجر الزراعي داخلي في جمهورية مصر العربية وليكن زي محصول البصل معمول عليه حجر زراعي في الوجه القبلي وبالأخص محافظة بانسويف ومحافظة المينيا شحنات البصل المصدرة من هذه المحافظات يتم إجراء حجر زراعي عليها للتأكد من خلوها من الإصابة بمرض خطير جدا اللي هو مرض العفن الأبيض في البصل طيب تعالوا نستعرض مع بعض على شاشتنا المتميزة إيه المقصود به الحجر الزراعي الخارجي بيقصد به منع انتقال الأمراض النباتية من دولة إلى دولة أخرى وفيه منه نوعين كامل يعني بالكلية بيتم رفض الشحنة وتنظيمي يعني بيتم معالجة الشحنة قبل دخولها من الميناء أو من المطار طبعا تكلفة العلاج بتكون على المصدر وليس على المستورد بعد كده هنأخد الداخلي أو الحجر الزراعي الداخلي بيقصد به منع انتقال الأمراض النباتية بين منطقة وأخرى داخل الدولة الوحدة والمثال زي ما قلت لكم من شوية الحجر الزراعي على مرض العفن الأبيض في البصل المنتشر في محافظات الوجه القبل تعالوا بقى عزائي الطلبة والطلبات ناقد بقى جزئية مهمة جدا ألا وهي طرق المكافحة الزراعية طبعا المكافحة الزراعية بس علشان نكون في الصورة هي عمليات الزراعية أو العمليات الزراعية التي يجريها المزارع بهدف زراعة أرضه إذا تم إجراها بالطريقة الصحيحة وفي المعاد المناسب وبالكيفية الملائمة لطبيعة نمو المحصول يؤدي ذلك إلى تقليل ومنع انتشار الإصابة بالمسببات المرضية المختلفة تعالوا بقى نستعرض إيه المقصود بالطرق الزراعية بيقصد بها كل الطرق الزراعية التي تهدف إلى القضاء على الطفايليات الممرضة اللي احنا قلنا عليها إيه؟ المسببات المرضية للنبات تحت ظروف الحقي طيب تعالوا نعرف مع بعض أهم الطرق الزراعية التي تستخدم في مكافحة أمراض النبات أول طريقة عندي اللي هو اتباع دورة زراعية مناسبة يعني دورة زراعية دكتور الدورة الزراعية نظام تعاقب زراعة محصول معين في أرض معينة خلال فترة زمنية معينة الطلبة المتميزين في مادة محاصيل الحقل المكررة أيضا على جميع التخصصات حيكونوا على دراية بهذا المصطلح أنا بغير وبنوع من زراعة المحاصيل وبمنع تكرار زراعة الأرض سنويا بنفس المحصول ده من شأنه أنه يخفض الإصابة بالمسببات المرضية اللي موجودة في التربة وأيضا المسببات المرضية المتخصصة في إصابة عائل بعينه أو عائل واحد فقط ده لما بتنوع له في المحاصيل بتحرم المسبب المرضي من الحصول على الغذاء من العائل المفضل لديه وبالتالي بتقلل انتشار المسببات المرضية وبتقلل نسبة الإصابة تعالوا نشوف مع بعض المقصود بالدورة الزراعية يقصد بالدورة الزراعية منع تكرار زراعة محاصيل تصاب بنفس المسببات المرضية في نفس التربة حيث يؤدي ذلك إلى القضاء على العديد من المسببات المرضية وده بيرجع لغياب العائل الذي تتغذى عليها هذه المسببات وتفيد الدورة الزراعية في مكافحة الأمراض التي توجد مسببتها في التربة زي مرض المسبب أو الفطر المسبب لمرض التفحم في البصل بعد الدورة الزراعية اختيار الأرض المناسبة للمحصول طبعا الأراضي الملحية والأراضي رضيئة الصرف أو المرتفعة في مستوى الماء الأرضي أو الأراضي الغير خصبة أو الأراضي القلوية كل ده بيؤدي إلى إنتاج نباتات غير مقاومة للمسبب المرضي يبقى أنا لازم أتجنب أن أنا أزرع المحصول البتاعي في الأراضي الملحية أو الأراضي ضعيفة أو الأراضي القلوية أو رضيئة الصرف أو الأراضي الغير خصبة بعد كده تالت حاجة من طرق الزراعية اتخاذ الاحتياطات اللازمة عند جمع المحصول ونقله وتخزينه وطبعا ممكن يجيلك سؤال علل في الامتحان يجب العناية بسمار المحاصيل أو سمار البطاطس أو الطماطم عند نقلها من الحقل إلى المخزن أو إلى السوق هتقول له الإجابة لمنع حدوث جروح في السمار وبالتالي تقليل انتشار وغزو المسبب المرضي للسمار المصابة بيقصد بالاحتياطات تجنب إحداث جروح أو خدوش في السمار لأنه ده بيسهل من دخول المسببات المرضية وبالتالي انتشار الإصابة داخل النبات أربع اتباع طرق ومواعيد الزراعة المناسبة وركزوا فيها بقى عزاء الطلبة والطلبات لأنه بيجي فيها أسئلة علل كتير زي زراعة القمح بالطريقة البدار أو الطريقة السطحية وده بيقلل الإصابة بأعفان الجزور وزراعة القطن بطريقة الرمل والمضرب وعلى الجهة القبلية للريشة ده بيودي إلى رفع درجة الحرارة وتقليل الرطوبة وزيادة سرعة الانبات مما يفيد في مقاومة مرض خناق القطن ركزوا بقى معايا في الجزئية دي هشرح لكم بسرعة المقصود بزراعة البدار إن أنا بقلل نسبة الرطوبة وبالتالي برفع درجة الحرارة للنبات وبقلل الإصابة بمرض خطير جدا اللي هو مرض التفحم المغطى في القمح والشعير وأيضا مرض خناق القطن الناجم عن الإصابة بفطر الرئيز كوتونيا سولاني أو فطر خناق القطن ده من شأنه إنه نوع معين أنت لما بتيجي تزرع بطريقة الرمل والمضرب بيكون مهد البزرة عبارة عن تربة رملية وأيضا بيتم تغطية البزرة بتربة رملية أيضا وبتزرع في الجهة القبلية وبالتالي بترفع من درجة الحرارة وأيضا بتقلل من نسبة الرطوبة فبتحرم المسبب المرض اللي هو الفطري من الرطوبة العالية ومن درجة الحرارة المنخفضة وبالتالي بينجو النبات من الإصابة بفطر خناق القطن تعالوا نشوف رقم خمسة الاعتدال في الرئيز وتنظيمه حسب احتياجات المحصول زيادة الرئيز بيؤدي إلى ضعف المجموعة الجزري عموما وقد يؤدي إلى تعفن الجزور كما أن ارتفاع الرطوبة في التربة بيلائم نمو الكثير من الكائنات الممرضة للنبات وعلى الأخص المسببات الفطرية نمرة ستة التسميد الملائم من حيث نوع السماد وكمياته وفي سؤال علي اللي يجي لك بقى في الامتحان يقول لك ضرورة الاعتدال في استخدام الأسميدة الأزوتية أو عدم الإفراط في استخدام السماد الأزوتي الإجابة لأن الأسميدة الأزوتية بتجعل النبات أو بتعمل على نمو النبات نموه كسيف أو نموه خضري كسيف وغض مما يسهل من إصابته بالمسببات المرضية يبقى أنا عندي كم نوع من السماد أو من الأنواع المهمة جدا في عملية التسميد اللي بقول عليها العناصر الكبرى هم اختصارهم مصطلح N يعني نيتروجين B يعني فوسفور وK يعني بوتاسيوم اللي احنا نقول علي NBK العناصر دي من العناصر الأساسية اللي لابد من توفرها في التربة اللي جعل النبات يعطي محصول بصورة كبيرة العناصر دي لابد من الاعتدال في استخدامها يعني ما تستخدمهاش بكمية قليلة ولا تستخدمها بصورة مفرطة لأن انت لو استخدمت السماد أزوتي بصورة مفرطة ده بيجعل النبات ينمو بس بينمو نموه كسيف وغض مما يسهل من اختراق المسببات المرضية للجدر الخارجية لخلايا النبات بينما السماد البوتاسي والسماد الفوسفاتي ده عكس بقى السماد الأزوتي ده بيعمل على صلابة الجدار الخارجي للجدر الخارجية للنبات مما يعوق من اختراق المسببات المرضية للجدر الخارجية لخلايا النبات تعالوا نستعرض مع بعض سبع حرق وإبادة الحشائش الحشائش لابد من إزالتها والتخلص منها لأنها تعتبر عوائل بديلة للكثير من المسببات المرضية وأيضا تشارك المحصول في الغذاء وبتعمل على إضعافه وإصابته بالأمراض الحشائش أعزاء الطلبة والطلبات باختصار شديد جدا هي أي نمو خضري يظهر في التربة بخلاف المحصول الرئيسي أو لا تاني أي نمو خضري يظهر في التربة بخلاف المحصول الرئيسي هذه الحشائش تشارك المحصول في حاجتين في المكان وتشاركه في الغذاء وأيضا تعتبر عائل بديل للمسبب المرضي يتغزى عليه المسبب المرضي في حالة غياب العائل وبالتالي بيتم دورة حياته على الحشاش فعندما يتم التخلص من هذه الحشاش فأنت بتحرم المسبب المرضي من الغذاء وبتحرمه من أن يكمل دورة حياته على العائل البديل رقم 8 إزالة العائل والطفيل خلاص ما حدش عندي طريقة أتخلص بها من الطفيل فبيتم التخلص من العائل بما عليه من مسببات مرضية مثل الأمراض الفيروسية وهو المثال اللي عندي مرض تورد القمة في الموس بعد كده اتباع العمليات الزراعية السليمة بدأ بالحرط العميق والعزيق على فترات بيساعد في إبادة الحشائش وتهوية التربة وتعرضها لأشعة الشمس وبالتالي تسبب موت الكثير من المسببات المرضية رقم 10 التشميس وحنعرض لكم فيديو بسيط بعرفنا إزاي نعمل عملية التشميس ده بتبقى عبارة عن إيه بيتم تغطية التربة بشرائح من البولي إسيلين اللي هي الشراح البلاستيكية لمدة أسبوعين أو أكثر حوالي شهر تقريبا على الأكثر ده بيؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة عن 50 درجة موية وتستخدم هذه الطريقة في مقاومة مرض زبول الطماطم الناجم عن الإصابة بالنماتودة وأيضا بتفيد في التخلص من الحشاش أنا أستعرض مع بعض الفيديو زي ما أنتم شايفين معنا في الفيديو الأرض وهي مغطاة بالبولي إسيلين طبعا بيتم حارة الأرض جيدا وعمل الخطوط ثم إجراء عملية الرأي وبعد ذلك بيتم تغطية الأرض بالبولي إسيلين اللي هو البلاستيك وبيتم وضع التراب زي ما أنتم شايفين على الحواف للتحكم أو منع تسارب درجة الحرارة لو أنتم لاحظين في الصورة أي نمو للحشاش بيظهر بيتم القضاء عليه وأيضا بيتم القضاء نتيجة ارتفاع درجة الحرارة على معظم المسببات المرضية اللي بتوجد تحت سطح التربة وخصوصا بزور النباتات الزهرية المتطفلة وبزور الحشاش زي ما أنتم شايفين معنا في الفيديو دي طبعا إجراء عملية التعقيم الشمسي آخر حاجة معنا في حلقة النهاردة اللي هو تغيير درجة حموضة التربة ودي بيجي لك فيها سؤال عالي اللي بيقول لك إيه يفضل إضافة سمد السوبر فوسفات أو الكابريت الزراعي إلى الأراضي المصابة بمرض الجرب العادي في البطاطس ده بيؤدي إلى رفع درجة الحموضة وتقليل الإصابة بمرض الجرب العادي في البطاطس لو عايزين تعرفوا بقية طرق المكافحة الزراعية يبقى لازم تستنونا في الحلقة الجاية إن شاء الله احنا أخذنا في حلقة النهاردة ديناميكية المقاومة وعرفنا عناصر المقاومة في النبات وأيضا أسلنا النباتات لأقسام مختلفة على حسب درجة قابليتها للإصابة قلنا نباتات منيعة ونباتات مقاومة ونباتات قابلة للإصابة واخذنا عناصر المقاومة التركبية وعناصر المقاومة الكيمو حيوية وبعد كده اخذنا طرق المكافحة التشريعية وأيضا طرق المكافحة الزراعية بكده أعزائي الطلبة والطلبات نكون وصلنا لنهاية حلقة اليوم كان معكم من التلفزيون المصري دكتور والشلال على أمل أن ألتقي بكم في حلقات مقبلة بإذن الله نشكركم ونحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته